السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب كثرة الطلبات والاسئلة حول البصمة اللي تابعة هواوي اكس فايف والحركات اللي بيها يعني مثل تخصيص. كل صبع فد وظيفة او فد برنامجة وتطبيق يفدها. ان شاء الله راح اسوى هذا الشيء راح حسب طلبه الاخوة اللي يعلقه وراده وهذا الشيء من عندي. يعني الجهاز يستقبل اكثر من خمس بصمات. هس انا معرف عليه اربعة. اثنيا فتح طبيعي للجهاز. يعني اذا افتح بهاي ينفتح فتح طبيعي. بس اذا افتح بها الصبع مباشرة راح ينقني مثل ما تشوفون للفيسبوك. بهذا الصبع مباشرة راح ينقني اذا اقفل الجهاز. اقفل الجهاز بهذا الصبع مباشرة ينقني للواتس اوب. اوكي? شون اسوى هاي الفقرة? شباب اكو اكثر من هذا الشيء اللي انتم طلبونه. اكو فقرة بعد احسن من هاي اللي موجودة بالالجي حصرا اللي هي النقرتين. مجرد تنقر نقرتين على الشاشة تفتح. هاي هاي فتش اضافي يعني للشي راح راح اضيفي. اكو بعد حركة مثل وهي شاشة مطفية اكتب حرف دباليو. انا مخصص حرف الو يفتح الواتساب. مجرد ما افتح البصمة بهذا الصبعي يفتح الواتساب. مثل اكتب حرف الام. مثل ما تشوفون. بس افتح البصمة راح ينقني للميوزك. انا بتخصيص يعني اقدر اخصص حرف الام يفتح لكذا تطبيق. شباب هاي الشغلة اذا ما وجد البصمة مباشرة مثل حرف السي كاميرا. مباشرة يفتح الكاميرا. بس انا لان معرف البصمة. لازم انطي امر افتح البصمة اولا. بالتالي ينقني على التطبيق اللي اشرت لانا. شلون هذا اني كلهن نسويهن. من الضبط نيجي عليه البصمة. بصمة الاصبع. هذا الضبط الخاص بالبصمة. اول شي افعل هذا التقاط الصورة. هذا اني معروفات يعني مجرد اه تفاعلها انه انت تتاخذ الصورة بالبصمة. نيجي عليه ادارة قارئ البصمات. راح يطلب من عنده الوزر اللي انت خليته. اوكي. هس انا نزلت الوزر الخاص بي. انطي التالي. فتح لي الليستر اللي خاصة بالجسم. من ضمن هن راح افعل هاي. وبعدين راح اقل لكم شن هي. اتنزل رقم سري. هاي. هاي المان خزنة. اذا تفعلوا هيطلب من عندكم رقم سري متكون. من ارقام انه انت ما مستخدمها سابقا بالجهاز. اذا تفعلها راح اقلك بشو تفيدك هاي. نيجي هس لبصمه. مثل الايمن انا مسميهن. هاذي مسمي الايمن. هاذي مسمي الايسر. هاذي مسمي الوسطى الايمن. انت بتسميتك الخاصة. اذا راح عرف بصمه جديدة مثل هاد. كما مثل ما فعلت الواقية. تفعل طبعا طبيعي هاذي. اوكي. ننطيع هذا التسمية انا بما اني سميت هاذي. اوكي راح اسميه. اوكي. على مود اعرف انطي وظيفة. طبعا بعد يستقبل اكثر من خمس بصمات. وهذا الشي ما متاحب كل الاجهزة. هس بما اني انا اه فعلت هاي البصمة. اجعل هذا الخيار. انطي التشغيل السريع. او اذا انا ما مسميه انطي عادة تسمية. يعني اسميها غير اسم. انطي التشغيل السريع. افعل التشغيل السريع. يقل تطبيق لوجهة التصائط التطبيقات. واختار التطبيق اللي اريدي. هاي التطبيقات كده. مثلا مثلا راح اخلي. هنشوف هنا التطبيق ما مستخدمه انا. مثل بليارد. خصصتي. خلاص. صارت هسي. هسه من افتح بهذا الصبع. مثل ما شوفون مباشرة نقني للبليارد. اوكي. هسه هاي صار معلوم. والشغلة صارت بسيطة. الحركة اللي هي ماتت النقرتين. اللي يحب يفعلها تلقونها بالحركات. تحكم بالحركة. النقرة المزدوج تلقونها ساعتكم ايقاف. مجرد ما تفعله انه راح وتجهز ومات فيه تنقر. هاي نقرتين يفتح. الرسم اللي هي هاي ارسم حرف الام او حرف. عندك اربع حرف. دبليو ام اي سي. تخصص كل برنامج كل حرف بالتطبيق اللي انت تريدي. وبعديا تفعل هذي. هذا الخيار. من ترسم الحرف راح ينقلك مباشرة للتطبيق نفسي. اكو بعض شغلة اضافية بما انه هذا الجهاز قلت لكم انا عبارة عن اه يعني عدة عدة اه برامج وعدة اضافات ضيفة شركة هوا وبهذا النقال اللي انا استحسنته وخليته حاليا يعني نقالي الخاص بي. اكو برنامج اسمه مدير الجهاز سيكيروتي. شنو هال برنامج? هال برنامج انه انت تحذف به ملفات المخلفات وغيرها بطريقة سهلة. بفقرة اضافية من الدنيا قفل التطبيقات. طبعا من قلت لكم تعرفون البصمة. هسا انا معرف البصمة انتم راح يقلكم تسجيل دخول جديد. اتخلي كلمة مرور جديدة. والبصمة راح يفتح لك الاستي. تقفل التطبيق اللي تريده على البصمة بدون ما تنزل برنامج اللي هو السي ام اللي ذاك هو عبارة عن ترويج وعلانات وفتش مزعج. فهذا مدعوم من الشركة. يعني راح اقفلها الفيسبوك. الماسنجر. الواتساب. بعد خانشوف انه تطبيق. نقفلها. المعرض. اوكي. هسا قفتان هده التطبيقات. من اهجي مثل ادخل على المعرض. شو راح يقلي? سجل البصمة. من راح ادخل على الواتساب. راح يقل يسجل البصمة. بس اسجل البصمة يفوت. من ادخل على مثل الفيسبوك. راح يقل يسجل البصمة. زين. انا سابقا حددت هذا الصبع من يطفى الجهاز. هو يفتح الفيسبوك. مباشرة. شو راح يصير? من افتحها? راح يقل لي الفيسبوك مغفوض. افتحها مرة ثانية ببصمتك. اوكي. مثل ما تشوفون. فتح الفيسبوك. هاي حركات شباب. مهمة جدا يعني. وفتشي اضافي. ونشكر الشركة شركة هواوي لان نزلتها بهتجاز وبهالسعر هذا مثل ما ذكرت بالمراجعة الاولى. اكو بعض شغلة. مدير الملفات. عدكم فقرة الخزن. هاي الخزنة مجرد ما تفعلها تقدر انت تفعلها على البصماتك. وتخفي بها شك وملف انت تحتاجه. شباب هاي المواصفات كل هاي اللي طلبتوها من عندي. وانا ما احب اطول الفيديو عليكم. لان اه يصر علي صعب بالرفق. وعليكم صعب بالمشاهدة. اه اه اتمنى تتقبلون التحياتي اخوكم. ماستر اسيرو واللي عنده اي استفسار ينزل اه بتعليق اسفل الفيديو وانا حاضر ان شاء الله.